تعتبر العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة علاقات ضاربة في عمق التاريخ نعم كما يرتبط البلدان بروابط التاريخ المشترك والقربة والمصاهرة والمصير الوحد وقد باتت اليوم تمثل نموذج يحتذا به للعلاقات بين الأشقاء علاقات ضاربة في عمق التاريخ تجاوزت الحدود والجغرافيا إلى روابط الدين والدم والشراكة في صنع السلام في رؤى متناغمة تتخذ من الإرث التاريخي والثقافي أساسا راسخا تنطلق منه لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم هي العلاقات البحرينية الإماراتية التي تمتاز بخصوصيتها المتفردة النابعة من وشائج القربة والصلاة الحميمة والأخوية المتميزة بين قيادتيهما العلاقات البحرينية الإماراتية تزداد رسوخا وتماسكا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليثة وأخيه صاحب السمو الشيخ خليث بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات حفظهما الله ورعاهما وتكتسب هذه العلاقات أهمية كبيرة في ظل تمتع البلدين بثقل سياسي وموقع جغرافي واستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتبنيهما سياسة خارجية عقلانية ومتوازنة إضافة إلى توجه البلدين الرائد على مستوى المنطقة في تنفيذ سياسات طموحة للتطوير والتحديث وتكريس دولة المؤسسات والقانون وقد شكلت العلاقات البحرينية الإماراتية أحد أهم مرتكزات الوحدة الخليجية من حيث التفاهم الوثيق بين القيادتين حول مختلف القضايا الإقليمية والعالمية والحرص الكبير على تنمية العلاقات في كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والتكامل بين البلدين في ظل ما يمتلكانه من دور ريادي يعزز الاستقرار الإقليمي